بسم الله الرحمن الرحيم والصحيح والسلام على عشرة خلق الله اجمعين ان شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم تربية الدقاق البلدي هنقول لكم شوية معلومات وشوية نصايح وازاي تبدأ مشروعك في تربية الفراخ او الدقاق البلدي بس قبل بداية هذا الفيديو ما تنساش ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان نصلك كل جديد وغريب في هذه القناة ولا تنسان تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة ولو احترقت اي فيديو اكتبوا لي فيها التعليقات وانا ان شاء الله في اسعر وقت ممكن هنفز وعمل لكم فيديهات مخصوصة زي ما شايفين منظر الدقاق او الفراخ وهي دلوقتي بتأكل البرسيم طبعا نوع الدقاق ده نوع بلدي وحنا دلوقتي في الصباح الباكر وهم دلوقتي بيأكلوا البرسيم طبعا اول حاجة عشان تفكر ان هي ستتجي تبدأ في تربية الدقاق البلدي طبعا الدقاق البلدي مليح جدا جدا احسب منصحك ان انت تربيه الدقاق البلدي تمام الدقاق البلدي ده يجد عن مهم جدا واللحمه كبير يعني هو لحمه غليطة باسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا المكان بتربيه فيه وراء البيت او الحواشة او في اي مكان لازم بيكون فيه حتة متنفسة زي بالشكل دي ولازم يكون ليه اوضة لان في الشتاء بيقعد في الشتاء بيكون برد جدا بيقعد في جوه الاوضة وساعة في الظهر بيطلح هنا في الشمس واما في الصيف بيكون الدنيا حر جدا فبيقعد هو في الاوضة وفي الليل بيقعد هنا في الطروة تمام دلوقتي طبعا الدقاق ده حالته حاجاته يعني بتشتريه هو صغير طبعا وبيكون الكتاكيت بتكون هي الكتاكيت وبيكبر لحد بيكون معاقب الشكل ده طبعا بيكون غريط جدا يعني بيكبر معاقب الشكل ده طبعا بيبيض وبينتج بيجيب يعني خير بسم الله ما شاء الله بس انت لازم تكرمه طبعا هو اقله الغلاء البرسيم العيش اللي بيزيت منكم في البيت بتحطي لهم بس لازم تكون بتبلو مية عشان ينيخ او لا وتحطي لهم اي حاجة بتزيد من عنديك حتى الطمطمية حتى الجزراء حتى البطيخة عيش اي حاجة بتزيد عنديكم تحطي لهم وبس كده معلمة على البسيطة ولا تنس ان تشترك في هذه القناة بتضبط زر الله و بتضع زر الكرس عشان نصرك كل جديد و غريب في هذه القناة و شكرا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته